على صعيد آخر ترأس غبطة البطريار بات سبالة القداسة الاحتفالي الذي أقيم في دير الكرمل ببيت لحم بمناسبة عيد القديسة مريم ليسوع المصلوب شارك في القداس المطران بولوس ماركوتسو والمطران إيلارلو رئيس أسقفة تونس وجمعا من الأباء الكهنة وفي عيضته شدد غبطته على أهمية الجمع بين عيش الإيمان المسيحي وحياة المؤمن اليومية حتى يستطيع تخطي الصعاب التي تواجهه في حياته وأضاف غبطته قائلا تعلمنا أن الإنجيل هو نموذج حياة وأن البسطاء هم الذين تبقى ذكرهم خالدة في قلوبنا وفي ختام الاحتفال طلب البطريار بات سبالة شفاعة أمنا العذراء لمؤمني الأرض المقدسة